السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومفرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتنا طول معرفتك إذا تحت طلب بعض المتابعين على قناتنا قررنا اليوم أننا سننجز فيديو حول تعلم اللغة الإنجليزية إذا كما تعلمون أن اللغة الإنجليزية أصبحت لغة ضرورية في حياتنا اليومية الكثير منها يحتاجها للدراسة ويحتاجها للعمل ويحتاجها للدراسة خارج الدولة أما بالنسبة للعمل فكما تعلمون هناك الكثير من فرص الشغل عبر الإنترنت كما نقول أونلاين لهذا يعني من بين شروط العمل أونلاين أو يعني على الإنترنت هي التوفر على مستوى لا نقول يعني مستوى متقدم ولكن يعني مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية إذا لهذا قررنا في هذا الفيديو أننا سنضع يعني برنامج وسنحاول أن نبسط ونشرح المرحل أو الخطوات التي يعني ستسبعها أو تتسبعها لتعلم هذه اللغة يعني لن تحتاج أن تذهب يعني إلى مراكز تعلم اللغة فقط في المنزل يعني فقط يجب أن تكون لديك الرغبة يعني ويعني أن تكون طموح لتعلم هذه اللغة إذا أول شيء نبدأ به هو يعني ما هي المهارات التي تحتاجها أو ما هي الوسائل التي تحتاجها لتعلم هذه اللغة إذا كما ترون هنا English Language Skills أو مهارات اللغة الإنجليزية هنا هنا سؤال What are the basic English Language Skills أو ما هي مهارات الرئيسية في اللغة الإنجليزية إذا كما ترون هنا عندنا أربع مهارات وهي listening الإستماع وعندنا speaking هي التحدث وعندنا reading القراءة وwriting الكتابة ربما هنا بعض المهارات ضرورية من الأخرى لكنهم يبقون مترابطين فيما بينهم يعني لتتوفر على هذه مثلا مهارة يعني يجب أن تكون جيد في هذه المهارة وفي هذه وفي هذه الكثير منكم يعني يريد فقط التعلم هذه المهارة وهي speaking أو بعبارة أخرى هي communication يعني تسأل شخص ماذا تريد أن تتعلم يقول لك أريد أن أتعلم communication أو التواصل في اللغة الإنجليزية لكن الذي يغفر له هذا الشخص أن لتعلم هذه المهارة وهي speaking أو communication يجب أن تكون يعني جيد في مهارات أخرى لهذا اليوم سمرة أخرى سنناقش كل شيء له علاقة بتعلم عن اللغة الإنجليزية ربما أنت تريد أن تتعلم هذه اللغة لكن لا تعرف أين تبدأ أو الأشياء التي يجب أن تبدأ بها لتعلم هذه اللغة اليوم سحضر بمرامج الذي سنناقشه سيكون برنامج يعني مبسط جيدا ويعني برامج فعال يعني كنت أستخدم هذا البرنامج لمدة أربع سنوات مع مستويات مختلفة ومع عمار مختلفة وهو يعني جد فعال يعني فقط تحتاج كما أقول أكررها وأعيد يعني الرغبة الرغبة في تعلم اللغة الإنجليزية أو هي نقول بإنجليزة desire يعني أنت عندك رغبة في تعلم هذه اللغة إذا لم تكن لديك رغبة يعني فأنت تريد فقط يعني لن تصل إلى هدف لن تصل إلى هدف وهو تعلم اللغة الإنجليزية إذا لنبدأ هنا هنا أول مهارة في تعلم اللغة الإنجليزية وهي listening إذا listening ما هي listening هي الاستماع يعني أنت يجب أن تتوفر على هذه المهارة يعني يجب أن تكتسب هذه المهارة في اللغة الإنجليزية ما نقصد بlistening أو الاستماع هو يعني أنك تكون لديك القدرة لفك شفارات الحديث أو الكلام الذي يقوله الآخرون يعني ونتحدث هنا عن الآخرون نقصد المتحدثين باللغة الإنجليزية يعني أنت في محادثة مع شخص ما وهو يتحدث باللغة الإنجليزية يعني هو native speaker أو كما نقول يعني لغته الأم هي الإنجليزية إذا لم تكن لديك القدرة على فهم ما يقول يعني لن تستطيع أن تتحدث معه لهذا يعني your listening must be activated means يعني بمعنى آخر استماعك يجب أن يكون مفاعل إذا هذا من في الأمر بالنسبة لل listening ولي كيكون يعني استماعك مفاعل ما تحتاجه هو أن تتوفر على background background knowledge means يعني معرفة مسبقة يعني يجب أن يكون عندك vocabulary و vocabulary نقصد بمصطلحات يجب أن يكون عندك يعني grammar rules أو ما نقصد يعني بقواعد اللغة وهذا يعني سننقشها أيضا في فيما بعد إذا listening يعني لي تتوفر على listening يجب أن يكون عندك معرفة وهذه المعرفة ستكتسبها يعني باتفاع بعض الخطوات الأخرى سننقشها فيما بعد إذا عندما يعني عندنا listening و عندنا speaking 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 إذا هي كما قلنا التحدث مهارة التحدث أو communication والذي يعني الكثير يريد أن يكتسب هذه المهارة لكن لن تستطيع أن تكتسب هذه المهارة إذا لم تكن لديك يعني مهارة الإستماع أو listening skills وكذلك يعني وكذلك يعني وكذلك يعني يعني ما يعرفة في grammar أو قائد اللغة ما يعرفة في vocabulary أو المصطلحات سوهنا نتحدث عن grammar وأيضا عندنا vocabulary vocabulary نقصد به يعني المصطلحات يعني grammar vocabulary يجب أن نتصف عليهم هذه ممكن أن نضعها في كلمة واحدة وهي background knowledge إذن كما قلنا speaking عندما أنت تفهم أو تفك شفرات شفرات الشخص الذي يتحدث معك تمر إلى مرحلة أخرى أنك ستجيبه أنت الآن عندك مهارة الاستماع جيد في الاستماع تعرف ما يقول الشخص كلمات عندك معرفة مسبقة يعني تعرف ما يقوله يعني هو قال مثلا كلمات أنت مسبقا تعرف هذه الكلمات وقال يعني جمل أنت تعرف مسبقا هذه الجمل قال يعني يعني مثلا tenses قال يعني جمل في different tenses أو أوقات مختلفة مثل past present يعني الماضي أو المضارع يعني أنت عندك معرفة مسبقة بهذه tenses يعني أو الأزمنة إذن تمر إلى speaking الآن أنت عندك needed material to answer him يعني عندك الوسائل الضرورية أو التي تحتاج لأنك تجيبه إذن هنا يجب أن تعرف كيف تجيبه يعني يعني عندما عندك لسلين عندك معرفة مسبقة أنت الآن يجب أن تبني جمل وهذه عبارات sentences you have to build sentences or to form sentences and expressions to answer this person يعني لا نتحدث هنا عن memorizing يعني ربما مفيد لكن ليس دائما فأنت لا تعرف الشخص يعني عن ماذا يتحدث؟ ربما أنت تكون تعرف يعني المحادثة عن كيف تقدم نفسك يعني أنت تعرف يعني أنت تتوقع الأسئلة التي سيسألك هذا الشخص وهو native speaker يعني نقول native speaker his mother language or her mother language is English يعني هو لا يعرف العربية لا يعرف أي لغة أخر يعني فقط الإنجليزية أنت عندما يعني مثلا هو يريد أن يتحدث معك يسألك يعني أنت تتوقع يعني هذه الأسئلة لكن عندما يعني فقط مثلا أنت انتقيت به مثلا في القطار أو تتوقع أو مطعم يعني أنت لا تتوقع ما هي الأسئلة التي سيجيبك سيسألك يعني هنا يجب أن تتوقع فيك شرط أنك تعرف كيف يعني كيف تبني جمل يعني أنت هنا يجب أن تكتسب المهارات الضرورية لبناء جمل وعبارات يعني يجب أن تكون عندما نقل نقل يعني يجب أن تأخذ شكل أي محادثة كيفما كانت يعني أنت عندك عندك الوسائل الضرورية عندك المادة الخام كما نقول يعني أنت تشكلها على أي محادثة كيفما كانت يعني السياق جيد عندنا هنا المهارات الثالثة وهي reading reading هي القراءة إذن كما قلت من قبل ربما نجد هنا بعض المهارات ضرورية من الأخرى لكن يعني يبقى تبقى هذه المهارات الأربع مترابطة من بينها reading هي القراءة إذن أنت الآن يعني بدأت تعلم الإنجليزية مهارتك في اللغة الإنجليزية يعني لا نقول متوسطة يعني أنت مبتدئ إذن كيف ستكتسب الفيكابلاري يعني الفيكابلاري هي هذه يعني تحدثنا على المصطلحات وكيف ستكتسب يعني يعني أين ستجد كلمة جديدة يعني يعني كيف يعني ستتمرن على هذه الأشياء إذن تحتاج إلى هنا يعني يقول يعني هنا لان انت تخزن المعرفة تخزن الفوكابلوري تخزن يعني هاته الاشياء التي تخزن في تتخذ مثلا شور ستوري او قصة قصيرة كتاب نافل رواية تقرأها يعني هنا يجب ان تغفر فيك ايضا مهارة او يعني حب المطالعة حب المطالعة يعني من بين المهارات او من بين يعني الهوايات هابيز one of your hobbies must be reading because as you know that reading is very important يعني reading هي ضرورية جدا لانك تكتسب يعني مصطلحة جديدة وعبارة جديدة وجمال جديدة يعني لا تبقى يعني فقط في same circle يعني في نفس الدائرة يعني انت تدور تدور لا يعني reading يعني بمثابة يعني هو بمثابة انك تجدد تجدد يعني تجدد يعني تجدد معرفتك ليس فقط في لكن ايضا في المعرفة ثقافة عامة تعرف يعني هذا الشخص عن هذا الشخص عن هذا المكان عن هذا يعني هذا الموضوع يعني reading او القراءة مفيدة جدا لتساعدك على التحدث اه ايضا هي تساعدك على على انك يعني يعني تتحدث تتحدث يعني تصبح معتاد يعني انت مثلا تقرأ كثيرا يعني انت تصبح معتاد على هذه الجمل التي يعني في هذا الكتاب او يعني اذا انت يعني تحتاجها في محادثتك يعني تأتي يعني تأتي بسرعة يعني تتذكر هذه الجمل لو هذه العبارة بسرعة يعني يعني يكون الامر سهل جدا لك لتتحدث بالطلاقة اذا هنا ربما نقول reading يعني هو يعني is like a support for speaking and listening يعني يعني هذه reading تساعدك على انك يعني to speak and to listen الآن نمر الى المهارة الرابعة وهي writing we're talking about writing وهي الكتابة هنا الآن يعني كما قلت فكل هذه المهارات يمسترابطة من بينها يعني كما تقول هنا كما يقول writing is an opportunity to use the words you have learned or you have acquired يعني هنا writing هي فرصة او مجال لانك يعني تستخدم الكلمات أو الجومة التي تعلمت في في أي مهارة في reading تعلمت أنت هذه المهارات يعني في reading وانت يعني تستخدمها في writing وكما يقولون read to write read to write يعني اقرأ لتكتب يعني أنت إذا تريد يعني هنا يعني ممكن أن نتحدث عن الدور الفعال reading هي تساعدك على كتابة تساعدك على الاستماع تساعدك على التحدث تساعدك على الاستماع يعني هنا ندور فعال reading بعكس ما يظن يعني الكثير يظن أن speaking هو the most important يعني scale لكن speaking يعني هي مهارة ضرورية لكن لأنك يعني تقوي مهارتك في التحدث فيجب عليك أن تقرأ الآن الآن نمر إلى يعني أشياء أخرى وهي grammar الآن تحدثنا عن the four skills in learning in English المهارة أربعة لتعلم اللغة الإنجليزية الآن نتحدث وهي listening listening, speaking, reading and writing الآن تحتاج إلى شيء آخر وهو كما قلنا grammar إذن كما ترون هنا عندنا grammar إذن ما هي grammar؟ grammar بالعربية هي قواعد اللغة قواعد اللغة يعني هي التي تساعدك في تشكيل أنك تشكل جمل تشكل جمل يعني كما نعلم أنا في اللغة العربية مثلا هناك عندنا subject عندنا فعل 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 مفعول به لكن في الإنجليزية عندنا subject subject يعني والفاعل فعل و المفعول به يعني هنا أنت عندما تريد أن تتحدث يعني تقريبا أي شيء تقول يعني تقريبا يجب أن يكون يعني جمل مفيدة يجب أن تكون جمل مفيدة ولهذا grammar أو دور قواعد اللغة هي في مساعدتك على تكوين جمل مفيدة كما ترون هنا في grammar عندنا adjectives يعني في grammar تحتوي على adjectives verbs adjectives هما صفات يعني في هذا الجزء ستتتعلم adjectives صفات verbs يعني أفعال tenses أزمن يعني مثل الماضي المضارع المستقبل ستتتعلم يعني preposations وهي يعني أدوات يعني الرابط وهنا عندنا nouns الأسماء يعني أنواع الأسماء ستتتعلم أنواع الأسماء يعني كل شيء هنا مثلا adverbs articles يعني adverbs هما الضروء الضرف زمان الضرف المكان الأضرفة وهنا يعني كما قل كما قلنا دور الغرامر أو دور قواعد اللغة يتجلى في أنها تساعدك على تكوين جمل وجمل هي ضرورية لأنك تتحدث إذا سنلقش هذا أيضا فيما بعد الآن نمر إلى 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 vocabulary vocabulary هي وكما تتحدث هنا يعني vocabulary vocabulary هي المصطلحات المصطلحات هنا سنتحدث عن يعني المستسعلم يعني مصطلحات متعلقات بعدة مجالات مثل مجال يعني مثلا البيئة مجال التربية مجال يعني أشياء مختلفة أي مجالات مختلفة مثلا ما هي يعني أيام الأسبوع شهر سينة الفصود يعني أنت الآن يعني أنت مو بتدعي يجب أن تتعلم هذه الأشياء يعني لا يجب أن تسرع يعني يجب أن تذهب خطوة بخطوة تستعلم الأشياء بسيطة بعد ذلك تمر أشياء نقول صعبة لا نقول صعبة لكن أكثر من أكثر يعني ليست بسيطة إذن هنا عنا vocabulary ستستعلم مصطلحات متعددة في مجالات متعددة وهذه المصطلحات أو هذه المصطلحات ستستخدمها في تحدثك أنت تستخدم هذه المصطلحات عن ذلك لنفصل المترى أنك يعني تعرف كيف تشكل جمل لكن كيف تشكلها أنت تحتاج إلى الماتيريال تحتاج إلى الوسائل تحتاج إلى الوسائل لأنك يعني تبني هذه الجمل يعني كما نرى أن كل شيء هنا عنده يعني عنده دور فعال في تعلم اللغة جديدة إذن هنا عندنا vocabulary وبعد grammar عندنا vocabulary وعندنا هنا communication وعندنا هنا كما ترون يعني كما ترون هنا كما ترون هنا كما ترون هنا كما تتحاج إلى الوسائل يتحاج إلى الوسائل لذلك الشيء الثالث الذي يجب أن يتتعلم هو communication communication هو التواصل أو speaking إذن أنت الآن تعرف عندك the capital عندك بعض المصلاحات عندك يعني تعرف قواعد اللغة يعني عندك تضع الفعل الفاعل ونفعل به الآن يجب أن تتواصل يعني عندنا كما قلت من قبل عندنا بعض المحادثات التي يعني هي لبما ممكن تحفظ أن تحفظ هذه المحادثة يعني كيف تقدم نفسك يعني فهو شيء بسيط أي شخص يعني يقول لك introduce yourself أو يعني عرف نفسك أو what's your name يعني الجواب معروف my name is how old are you I am يعني تضيف عمرك يعني هذه الأشياء معروفة يعني ربما أنت يعني أجب أن تحفظ هذه questions and answers ليس فقط the questions لكن other answers يعني ربما أنت تريد أن تسأل شخص ما يعني تقول له how old are you يعني يعني هو سيجيب يعني دوره عنه سيجيب أو أنت دورك أنك ستسأل يعني يجب أن تحفظ يعني أو تعرف كل الأدوار الذي يسأل والذي يجيب إذن هنا أيضا عندنا communication الآن نمر إلى video والذي يعني يعني يفصل قليلا هذه الأشياء التي تستحتسها أنا وأيضا سأعطيكم بعض الأمثلة وسأساعدكم على يعني توضيح الصورة بشكل جيد بشكل يعني مبسط إذن الفيديو هو كالآتي إذن هنا كما ترون learning English program sections إذن كما ترون هنا أقسام برنامج تعلم الإنجليزية إذن إذن هنا عندنا learning English program sections أو يعني أقسام برنامج تعلم الإنجليزية إذن أول شيء عندنا هنا هو grammar grammar أو قواعد اللغة يعني grammar كما قلنا يعني هي أنك تعرف كيف يعني كيف تبني جمل كما قلنا الصعب مثل الفاعل المفعل به والفعل المفعل به يعني هنا هذه هذا القسم سيساعدك على يعني كيف يزبناء جمل إذن هنا عندنا نضع دروس مختلفة حول قواعد التعلم الإنجليزية يعني في هذا الجزء يجب أن تدرسوا يعني مثل وما إلى ذلك بعد ذلك عندنا هنا مثال مثال يعني مثلا الأشياء الضرورية التي ستعلمونها يعني نقول ضرورية يعني بمعنى آخر الأشياء التي ستبدأون رحلتكم في تعلمون اللغة الإنجليزية بها يعني مثل مثل The components are a simple sentence in English أو مكونات الجملة البسيطة في اللغة الإنجليزية يعني كما تعلمون أن يعني نجد نجد يعني في في اللغة الإنجليزية عندنا subject وعندنا plus verb plus object أو compliment لكن يعني يجب أن تركزوا فقط على الجملة البسيطة وهي subject verb object مثل مثلا نقول I ate an apple apple يعني I I eat an apple هنا I هو subject يعني فاعل eat هو verb أو فعل an apple هو object إذن شيء آخر وهو هذا subject ممكن أن يكون I أو هي أو she I هي subject's pronoun يعني ضمير يعني هنا ربما نقول محمد 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 eight an apple اسم وهذا this s يعني هذه الس هنا هي في simple present سكون في he she is يعني للغائب إذن نمر إلى شيء آخر في الفيديو محمد هنا مثلا كما ترون عندنا subject pronouns object pronouns يعني على الشيء التي ستسلمون في grammar كبداية وهم ضمائل الفاعل و كما تحدثني في ضمائل الفاعل عندنا محمد نمر إلى شيء آخر وهو المصطلحات بالنسبة للمصطلحات نحن نتحدث عن آآ آآ ثم يعني السعلم في هذا الجزء different vocabulary يعني different vocabulary يعني different vocabulary نقصد يعني مصطلحات مختلفة و متنوحة في مجالات مختلفة يعني انت يجب ان تعلم أنت تتعلم مصطلحات متعلقة بالصحة متعلقة بالصفر متعلقة ب آآ الجسم وما إلى ذلك هذه المصطلحات ستستخدمها في التواصلك مع الآخرين يعني أنت إذا الآن تعلمت كيف تكون جملة الآن سنشرح قليلا هذا الجزء إذن عندنا هنا كما قلنا يعني مثلا أنت الآن تريد أن تتعلم مصطلحات متعلقة بالصحة يعني أنت الآن تريد أن تتعلم مصطلحات متعلقة بالصحة يعني كيف تستقوم بهذا؟ يعني مثلا مثلا I أو I هي عين يعني هذا يعني مصطلح متعلق بالصحة إذن أنت يعني يجب أن تضع هذا المصطلح في جملة يعني مثلا تريد أن تقول أن يعني عينك يعني لونها أسود يعني إذا تقول My eye is brown أو black 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 for example يعني عيني سوداء أو بنية يعني My eye My eye هذا يعني ناون أنه إسم وهو الآن بمثابة subject مثابة فاعل الشيء الذي يعني هو أسود أو بنية هو العين هنا الفعل the verb to be the verb to be وهو مصرف في يعني ما آهي منذ it brown ألوان يعني هنا نتحدث أيضا عن المصطلحات يعني brown black هذه متعلقة بالمصطلحات المصطلحات جيد الآن نمر إلى شيء آخر نمر إلى المثال هنا نتحدث عن days of the week numbers يعني في هذا الجزء تتسعلمون يعني مصطلحات متعلقة بعدة مجالات وأولا مثلا days of the week يعني أيام الأسبوع numbers أرقام يعني الرقام الترتيبية والأرقام العادية يعني مثلا شهور السنة months of the year seasons of the year فصول السنة يعني هذه المصطلحات لجب فقط أن تتسعلمها وأن تنسى هذه المصطلحات يعني لأنك يعني تصبح جيد في تحدث باللغة الجزية يجب أن تستخدم هذه المصطلحات يعني كما يقولون practice makes you perfect يعني الممارسة تجعلك جيد تتجعلك جيد يعني أنت إذا أنك تمارس يعني اللغة الإنجليزية تتحدث بها تستخدم الأشياء التي تعلمتها يعني هذا سيجعلك جيد في اللغة الإنجليزية إذا هنا عندنا يعني يجب أن أنت تكون أمتلة يعني مثلا تعلمت أيام الأسبوع يجب أن تستخدم هذه المصطلحات مثلا Monday هو إثنين مثلا نفرد أنك تعلمت كلمة جديدة وهي مثلا Monday وهو الإثنين يعني أنت يجب أن تستخدم هذا المصطلح في جمل إذا مثلا نقول Monday يعني تستخدم فعل أو تستخدم فاعل وهو مثلا I فعل وهو مثلا يعني مثلا نقول يلعب play football on Monday on Monday سو هنا عندنا فاعل وهو subject verb play play يلعب football أفعل بي وهنا يلعب like adverb when do you play football I play football on Monday هنا Monday هو اليوم on هاذه preposition preposition يعني مثلا أداة جر أو يعني to link between the sentence and that verb هنا يعني on نستخدمه مع الأيام نقول في الاثنين هي on Monday في يوم الثلاثة on Tuesday on Thursday on Friday Saturday on Sunday يعني on تستخدمه مع الأيام لا نقول in أو at يعني in as عندهم يستخدمها يعني أخرى مثلا add يعني عندما تحدثت الوقت الساعة مثلا end في الشهور وما إلى ذلك إذا هنا أنت تعلمت Monday يعني أنت تستخدمها في جملة يعني مسبقا تعرف كيف تكون الجملة وهي subject verb مسبقا إذا ستتعلم Monday أو الآن تستخدمها في جملة إذا شيء آخر هنا سنمر إلى communication So communication في هذا يعني في هذا يعني الجزء يعني سعلم يعني different conversations عندما نتحدث عن different conversations نقصد يعني 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 محادثات مختلفة these conversations are very important in our daily life يعني هناك بعض المحادثات التي هي ضرورية في حياتي اليومية يعني ربما يعني تراه تتكرر في أي يعني السياق مثلا محادثة متعلقة بتعريف النفس يعني self يعني لا self introducing مثلا يعني محادثات متعلقة مثلا ب coffee يعني كيف تطلب من شخص يعني to serve you يخدمك يعني for example you with the waiter and you يعني في علاقتك مع the server يعني الناذل ومثلا أنت يعني في القطار يعني في محطة القطار يعني مثلا تسأل عن ticket عن بطاقة الصفار يعني كيف تستعمل مع هذه الوضعية يعني هنا يجب أن تتعلم محادثات متعلقة بهذا المجال يعني ربما يعني تحفظ هذه الأشياء كما قلت فبعض المحادثات تتكرر يعني نفس الشيء يعني لا يوجد اختلاف يعني أنت تتوقع ما سيقوله الشخص الذي يتحدث معك يعني ربما مثلا الناذل تعرف ما سيقول لك يعني سيقول لك مثلا ماذا تريد what do you want sir يعني أنت تتجيبه أنا أريد كذا وكذا يعني I want for example I want a cup of tea أريد يعني كاس من هذا الشيء مثلا أنت في restaurant و the waiter أو الناذل يعني سيسألك ماذا تريد يعني أنت تختار يعني يعني أنت تعرف جوابك يعني شيء واضح يعني أنت قبل أن تدخل ال restaurant أنت تعرف ما يعني ما يبيعه في المطعم الأشياء التي تتباع في المطعم الكولات التي تتباع في المطعم والمشروبات أيضا يعني هنا يجب أن تعرف يعني يعني كيف تعبر زايد يعني عندك مصراحة يعني كما قلت ربما أنت تحفظ هذه المحادثات يعني فهي تتكرار دائما يعني conversation that they are all the time repeated يعني يعني مثلا كما قلنا في self introducing أو يعني في bus station أو train station هذه اللي يعني تتتكرار دائما مثال هنا عندنا مثلا self introduction directions يعني عندنا مثلا and self introduction فهي واضحة جدا يعني الشخص يعني يقول لك what's your name يعني أنت تعرف الجواب يعني how old are you يعني أنت تعرف الجواب لأنك يعني سبق وأن تعلمت هذه المحادثة يعني سبق وأن يعني تمرنت على هذه المحادثة directions ما نقصد بالdirections يعني الاتجاهات يعني هنا مثلا أنت يعني مثلا كنت في دولة يعني ليست دولتك والناس هناك في تلك الدولة يعني تحدثون فقط بالإنجليزية يعني لا تعرف كيف ستتواصل معهم لا يتحدثون الفرنسية لا يتحدثون العربية الإنجليزية فقط إذن هنا أنت سبق وأن يعني سبق وأن تمرنت وأن تعرفت على كيف تسأل عن الاتجاهات how to ask for directions لا about directions يعني هنا أنت ستسأله يعني تقول له مثلا for example can you help me where is the hospital where is the restaurant هنا يعني هو سيجيبك الجواب سيكون يعني متوقع يعني سيقول مثلا go down the street يعني أنت يعني ستتمرنت مسبقا على ما هي going down the street يعني turn right turn left يعني يعني دور إلى اليمين دور إلى اليسار go straight يعني مثلا يذهب يعني مباشرة يعني stop at يعني the traffic lights يعني كل هذه المصطلحات وهذه الكلمات أنت ستكون يعني مسبقا تعرفت عليها يعني those conversation will help you to deal with different situations in your daily life هذه المصطلحات ستساعدك على أنك يعني تتعامل مع مختلف الوضايات التي ستتواجهك في حياتك اليومية وهنا نقصد ليس فقط يعني أنت ستذهب إلى دولة أخرى دولة أخرى ليست دولتك ربما أنت يعني سمثلا تكون في دولتك ولكن مثلا أنت تسكن أو تقطن في مدينة سياحية وفي يوم من الأيام مثلا كنت يعني أنت تتحرك يعني وصدفك يعني شخص أجنبي هو يعني من USA من أمريكا أو من بريتان يعني هو بريطاني يعني إذن لغة الأم هي الإجليزية وهو سألك hey what how are you هنا ربما يعني سيعني يشرك يشرك two conversations at the same time يعني يعني محادثتين في الوقت نفسي أنت مسبقا تعرف أهم يعني المحادثة الأولى التي يعني أي شخص يتعلمها هي self introduction تقديم النفس يقول لك for example hey how are you what's your name تجيبه يعني I'm fine my name is and هو يقول لك can you help me can you help me أنا ممكن تساعدني أنت ستقول نعم بطبع إذن هو سيقول لك where is the restaurant where is the cafe هنا أنت يعني ستلعب دور المعاكس ليس دور يعني دور الشخص الذي يطرح السئله ولكن دور الشخص الذي يجيب سأقول له go straight turn right turn left هنا يعني ستوجه للمكان المقصود إذن بالنسبة لهذا البرنامج سنحاول الآن أن نناقش أشياء أخرى وهي كيف ستبدأ هذا البرنامج أنت الآن تعرف كل شيء عن هذا البرنامج سنحاول أن نتحدث عن هذا بعجالة هنا عندنا يعني المهارات الأربع للتحدث اللغة الإنجليزية وهي يعني listening الاستماع speaking reading and writing هذه المهارات الأربع هي الضرورية يعني لتعلم اللغة الإنجليزية ونقصد بتعلم اللغة الإنجليزية والكثير يركزون على هذا الشيء وهو التواصل يعني لتتعلم التواصل يجب أن تتعلم كل شيء يعني نقشناه في هذا الفيديو إذن الآن أنت تعرف عندك المادة الخامية عندك تعرف كل شيء تحتاجه لتعلم هذه اللغة الآن كيف ستبدأ تعلم هذه اللغة الآن أنت ما ستقوم به هو أنك تحتاج إلى يعني تحتاج إلى دفتر يعني دفتر لتبدأ دروسك لأن هذا يجب أن يكون well-organized يعني يكون يعني منظم أنت كما نقول عندك رغبة من أنك تحدث هذه اللغة يعني يجب أن تعطيها أهمية أهمية كبيرة لهذا أن الآن ستقوم بشراء أو ستحضر يعني دفتر يعني copybook copybook هذا الدفتر ستسميه يعني تعلم الإنجليزية learning English يعني عندما يعني تقوم بتنظيم تنظيم يعني تنظيم يعني أنك تريد حقا أن تتعلم هذه اللغة يعني أنها ستأخذ دفتر أو مذكرة أو يعني ما شابه وستقوم بتقسيم هذه المذكرة أو الدفتر إلى يعني كما قلنا أربعة أجزاء أربعة أجزاء وهي الجزء الأول أو خمسة أجزاء سنضيف جزء سنناقش هذه الأجزاء يعني الجزء الأول وهو grammar يعني أول شيء هو grammar كما نقشنا قلنا أن grammar هو قواعد اللغة يعني grammar أول شيء تضع له جزء الجزء الثاني سيكون مخصص vocabulary أو مصطلحات الجزء الثالث سيكون عن communication أو التواصل الجزء الثالث أو عفونا الرابع سيكون حول practice والجزء الخامس والأخير dictionary أو ستسميه my dictionary جيد إذن الآن سنبدأ بالأول شيء وهو كما قلنا vocabulary vocabulary كما قلنا ستتعلم مصطلحات في مجالات متعددة وهي مثلا مجال الصحة الجسم أيام الأسبوع شهر السنة يعني مثلا الطبيعة وما إلى ذلك إذا أنت الآن تعلمت هذه المصطلحات جيد تمر إلى grammar تبدأ بالدرس الأول مثلا وهو يعني الدرس المعروف وهو أيام الأسبوع على أيام الأسبوع يعني تضع هناك أيام الأسبوع Monday Tuesday يعني تحاول أن تترجمها يعني فأنت الآن مبتدئ لا زيت يعني في مرحاتك الأولى لا بأس أنك تترجم بلغتك الأهم مثلا اللغة العربية يعني أنت تضع Monday الثلاثة Tuesday Wednesday الأربعة Thursday الخميس Friday وهي الجمعة Saturday السابت Sunday وهو الأحد الآن تضع أمتد أو تضع يعني الـ preposition that he use with with the days of the week عندنا كما قلنا من قبل on أو every on هي فيه يعني الاثنين on Friday on Monday on Saturday and so on every هي كل مثلا تقول أنت I play football every Monday every Tuesday يعني هذه هي بعض بعض الروابط التي تستخدم على الأيام يعني أنت يجب أن تتذكر جيدا هذه الروابط لأنها ضرورية جدا الآن أنت تعلمت الأيام الأسبوع أنت تعلمت الآن الروابط like on every next مثلا next وهذا يعني 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 تستخدم على مثلا المستقبل I will play football next Monday يعني سألعب الكرة يعني في ليتنى المقبل لكن نضع هذا next يعني جانبا يعني وأنت في مرحتك الأولى يعني يعني ستأتيك يعني صعبة قليلا يعني الآن فقط تعلم on every يعني هذا كافي جدا لأنك يعني في المراحل المتقدمة ستتتعلم إن شاء الله هذه next يعني ستكون تعرف يعني ما هو المستقبل يعني كيف تتحدث عن المستقبل أو كيف تبني جمل في المستقبل إذن هنا كما قلنا في vocabulary تمر إلى تضع بعض الأمثلة في هذا vocabulary وتمر للدرس الثاني في اليوم الثاني أو ربما يعني أنت إذا يعني عندك رغبة ويعني أنت يعني عندك وقت فراغ فراغ كافي ربما تقوم بدرسين في اليوم هذا جيد يعني اللي تتعلم اللغة يعني أولا يعني في وقت وجيز ثانيا يعني أنت ثمرا دائما يعني دائما دائما your brain أو دماغك يعني activated فعال أو شغال إذن هنا تمر إلى grammar الثرس الأولي سيكون حولها vocabulary تمر إلى grammar أنت يعني تدرس grammar في كتب أو فيديوهات يعني أنت تختار your method يعني الشيء الذي يساعدك في التعلم هل هو يعني فيديوهات أو يعني كتب وأنت يعني دائما شيء التي تستخدمه دائما وهو my dictionary my dictionary عندما تحدث my dictionary means يعني هو قاموسك أنا أخترت my means أنت تختاره يعني أنت يعني أنت يعني تختار الكلمات أو يعني العبارات التي تعجبك وستكتبها في your dictionary لا تنسى أن يعني مثلا تضع يعني بين القوسين بين القوسين مثلا هل هو verb هل هو يعني noun يعني الشيء الذي كتبته مثلا noun هل هو يعني adjective adjective هل هو يعني مثلا آآ يعني adverb adverb هل هو مثلا يعني preposition and so on هذه الأشياء التي تساعدك مثلا أنت الآن تجاهد فيديو والشخص الذي يعني يعني يتحدث في فيديو قال آآ مثلا write write يعني أنت تكتب في your dictionary يعني الجزء الأخير في المذكرة أو الدفسر تكتب write وتكتب بين القوسين verb لماذا؟ لأن هذا سيساعدك يعني يعني يبسط عندما مثلا تريد أن تكون جمل سيجعله يعني الشيء بسيط يعني يدمس ألة بسيطة لك noun مثلا هو قال مثلا اسم قال مثلا wall wall هو حائط يعني تضع بين القوسين noun أو in فقط يعني مثلا noun أو in يعني أنت تعرف ال abbreviations يعني اختصارات verb the adjective يعني اختصاره هيا نقول adg adverb يعني اختصار هنا يعني تقوم ب add the that's it for example adverb نقول مثلا late تأخر يعني هذه ال adverb adjective like nice good beautiful and so on وأسماء كما قلنا عندنا proper nouns يعني اسماء ألم like محمد أمين so on أسماء أخرى يعني مثلا wall حائط مثلا pain يعني خلم and so on هنا الآن قلنا نمر إلى grammar grammar تقريبا أول درست يعني وهو الدرست الرئيسي وكما قلنا قبل قليل عندنا subject plus verb plus object object يعني هذه هي الجملة برقسيطة في اللغة الإنجليزية يعني أنت ستحتاج أن تتعلم ما هو تعلم ستعرف ما هو subject هو الفاعل لكن كيف ستوظف هذا الفاعل كيف ستعرف أن هذا الشيء فاعل يعني كما قلت من قبل subject could be يعني ممكن أن يكون اسم ممكن أن يكون pronoun pronoun هو ضمير الذي يعود على الفاعل إذا مثلا هنا مثلا تتعلم ما هي subject pronouns subject pronouns هما ضمائر الفاعل ربما أول درس هو subject pronouns subject pronouns هما ضمائر الفاعل وهما I You He She He It You We They يعني هذه الضمائر تأخذ مكان الفاعل يعني أنت في جملة تتحدث ما تتقول مثلا My brother My brother is good My brother is good My brother is good He 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 is for example smart He is smart So أنت لا تكرر يعني مثلا My brother دائما He يعني تتقوم مقام الفاعل يعني لهذا سميت به subject pronoun لأنها تأخذ مكان الفاعل لكي يستفادت تكرار دائما يعني My brother My brother No إذن هنا عندنا هذا الدرس أول ما استبدأ به هو subject pronouns أو دمائر الفاعل إذن هنا تضع أمثلة مثلا subject pronouns أو أنت تعلمت مسبقا في vocabulary days of the week أي Monday Tuesday أي يعني دائما يجب أن تراجع دائما دائما يعني أنت مثلا قمت بهذا الدرس اليوم غدا يعني أو يعني قبل أن تقوم بالدرس القادم يجب أن تراجع الدروس التي قمت بها أو المصطلحات التي تعلمتها يعني يعني الكلمات التي كتبتها في your dictionary يعني في قاموسك وحاول أن تستخدم دائما هذه الكلمات يعني في الجمل يعني يعني تستخدم كلمات يعني دائما يعني يجب أن تثبد تلك الكلمات على أن تمر يعني لكلمات أخرى إذن هنا subject pronouns تضع يعني subject pronouns وكما تعلم هناك عدة فيديوهات يعني عدة يعني كتب الفيديوهات يعني about subject pronouns about days of the week ستجدونها يعني في قنات في قناتنا يعني بشكل مفصل وبالعمثلة الآن تضع الآن subject pronouns وهما ضمائر الفاعل تعلمت days of the week تضع مثلا i والفعل play أنت ربما كتبت هذا الفعل في your dictionary في آخر في آخر الدفتر أو آخر المدكرة تأخذ play هو فعل تأخذ subject وهو subject pronoun هو والذي هو i تضع i تضع الفعل والذي تعلمت هو play يلعب وتضع i play football جيد الآن هذه جملة مفيدة تعلمت أيضا أنت يعني تريد أن تخبر الشخص ما أنك يعني تلعب الكرة في يوم الاثنين أو ثلاثين تقول i play football on monday جيد on هو preposition التي تعلمت مع الأيام الأسبوع وأيضا تعلمت ال preposition أو link in word التي تستخدمها يعني مع days of the week وهي every every هي كل يعني كل إذا أنت ستقول i play football every monday i play football every monday so هنا الآن أنت استخدمت يعني أشياء تعلمتها مسبقا في فهم الدرس الجديد جيد الآن أنت يعني يعني أكملت المهمة مع الدرس الأول وهو المهمة الثانية وهو المهمة يعني كما قلنا هناك i you he she ربما تقول he plays he plays every day every monday we يعني نحن we play football every sunday we play football on monday they هم يعني they الجمع غائب تقول they play football every monday so the same thing يعني فقط أنت يعني تغير فقط السبجكت يعني هو he أو she أو it أو you أو we أو they لا تمر إلى يعني شيء آخر وهو ولا تنسى يعني كل يعني كل مرة يعني يعني تتعلم درج جديد مثل مثل تذهب مبارسة إلى practice يعني practice and my dictionary are always activated يعني دائما يعني 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 تعلمت كلمة جديدة تذهب إلى my dictionary تكتب هذه الكلمة تكتب either it is a verb or noun or adjective or adverb هل هي فعل اسم صفة أو ضرف تمر إذا الآن إلى practice أنت الآن تعلمت sablic pronouns تمر مباشرة إلى practice تقوم بتمارين أو تقوم يعني بـ suitable exercises يعني التمارين المناسبة لكي تتمرن على هذا الدرس مثلا أنت يعني لتتمرن على sablic pronouns يجب أن تكون جمل تكون جمل يعني تقريبا مع all the sablic pronouns I, you, he, she يعني كل subject pronoun يجب أن يعني تضع له مثال هناك في practice الجزء المخصص practice الآن تمر إلى communication كما قلنا عندنا vocabulary grammar communication communication يجب أن تستخدم مجدد أن تستخدم الأشياء التي تعلمتها في grammar vocabulary الأشياء التي عندك في dictionary يعني كل شيء تعلمت يجب أن تستخدمها لأنه practice يعني الممارسة تجعلك يعني يعني جيد إذا هناك communication تبدأ بأول محادثة وهي محادثة يعني popular يعني معروفة يعني أي شخص يعني 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 في هذه المحادثة وهي self-introduction يعني كيف تقدم نفسك يعني عندنا self-introduction simply يعني هناك يعني self-introduction ببساطة يعني بسيطة يعني فقط تتحدث عن يعني your name اسمك عمرك ومثلا the place you live in لكن هناك يعني self-introduction completely self-introduction or complete self-introduction يعني you introduce yourself completely يعني بشكل تام يعني يعني اسمك عمرك يعني يعني your favorites أشياء المفضلة عندك ربما هذه favorite يعني في محادثة أخرى الآن يعني فقط يعني تتحدث عن الاسم العمر المكان التي تسكن فيه المكان التي تتدرس فيه أه حواياتك ربما هذا يعني هذه المحادثة يجب أن يعني ستحفظ يعني مع الممارسة يعني ستصبح يعني تحفظ عن ظهر قلب لأنها يعني ستعيدها يعني عندما تلتقي مع أشخاص ويسألك يعني 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 أن تقدم نفسك يعني ستسخدم نفس المحادثة يعني ربما تلك المحادثة ربما يعني يعني ستحولها إلى like paragraph 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 نقصد بها فقرة يعني هي like conversation or dialogue أنت تحولها فقرة شيء بسيط يعني يعني مثلا هو يسألك What's your name? My name is How old are you? I am Where do you live? I live in ربما هذه ربما يعني أنت فقرة يعني تقول My name is I am I live in هذا كل ما في الأمر يعني شيء بطيط جدا هذه المحادثة الأولى يعني محادثة How to introduce yourself يعني عندما تكتب هذه المحادثة أنت يجب أن تتمرن دائما يعني ربما بين الطرق التي تستخدم يعني تتمرن على شيء ما على شيء جديد يعني تعلمته أو ربما أنت تريد مثلا أن تقدم يعني speech أو يعني حديث أو موضوع يعني تتمرن مع المرآت يعني كما قلت كل هذه الأشياء يعني vocabulary grammar communication dictionary and practice هذه يعني كل الأشياء يعني تدخل فيما بينها والأشياء التي تحدثنا عنها من قبل وهي المهارات الأربعة listening speaking reading writing يعني أنت تستخدمها في grammar vocabulary and communication يعني فيما بعد عندما تنتهي من كل هذه المراحل يعني وترى أن أنك أصبح مستوىك جيد تمر إلى reading and listening يعني تأخذ مقاطع يعني like tracks وتستمع إليها تستمع إلى هذه المقاطع وأيضا مثلا في reading تأخذ يعني قصص قصيرة صغيرة وتحاول أن تقرأها يعني لأنها عندك عندك وسائل يعني التي تحتاجها عندك مصطرحات يعني تعلمتها مسبقا بعد ذلك يعني عندما إن شاء الله تصل إلى مستوى جيد تبدأ بكتابة يعني مثلا فقارات صغيرة يعني paragraph يعني مثلا ثلاث جمال أربع جمال وما إلى ذلك إذا هذا كل من في الأمر هذا هو البرنامج برنامج سهل جدا يعني يمكن لأي شخص في أي عمر في أي مستوى أن يتعلم نجزية عبر هذا البرنامج إذا كان عندكم أي سؤال عن هذا المرامج عن تعلم اللغة نجزية مرحبا بكم في قناتنا طور معرفتك ومرحبا بكم في أي وقت وشكرا لكم